تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النوام تقدمت فيها معاليها بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة افتتاح دور الإنعقاد العادي السنوي الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب مثمنة دعم سموه لأعمال المجلس كما عربت عن التطلع إلى مزيد من الإنجازات ومد جسور التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين داعية الله تعالى أن يسدد خطى سموه ويحقق رفعة وعزة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا داعية المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والسعادة والسعادة شكرا